أهلا بكم مجددا سلم وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب نظيره الكويتي الرد اللبناني رسمي على الورقة الكويتية التي تضمنت مقترحات من أجل إعادة بناء الثقة في العلاقة بين دول مجلس التعاون الخارجي ولبنان كما سلم رسالة من رئيس اللبناني مشلعون إلى أمير الكويت نوافل أحمد الجابر الصباح وسيشارك الوزير اللبناني في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت غدا الرد اللبناني على المقترحات الخليجية من أجل إعادة بناء الثقة بعد الأزمة الأخيرة أكد نية لبنان التجاوب مع كل ما يؤدي إلى بناء جسور الثقة مع الدول الخليجية والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف بينهما فبعد أسبوع من زيارة وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح أنجز لبنان رده على ورقة المقترحات التي كان سلمها الوزير الكويتي إلى الحكومة اللبنانية باسم دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة اللبنانية أكدت على أنه ستفعل ما تستطيع إن كان بمكافحة المخدرات أو التهريب أو إن كان بالنسبة للخطاب اللي بتعتبر الخطاب الذي يمثل لبنان هو الحكومة اللبنانية على رأس دولة الرئيس ناجيب مئاتي وبالنسبة للمواضيع القرارات الدولية اللي هي صلى سنوات وسنوات فهي تسعى لتطبيقها وتحترم كل القرارات اللي هي بمندرجاتها على مستوى الأمم المتحدة إنما كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار الواقع اللبناني في المقابل يرى سياسيون أن الرد اللبناني لم يستجب بالكامل للمقترحات الخليجية ولسيما تلك المتعلقة بتطبيق القرارات الدولية الخاصة ببسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ولذلك ارتأ لبنان في رده أن تشكل لجنة خليجية لبنانية للبحث فيها قد يكون لبنان استجاب تقريبا بتجاوب كله ومطلق وبثقة مطلقة تجاه ست أو سبع بنود من أصل 12 بعد إنما هناك أربع أو خمس بنود على العرب أن يتفهموا عدم قدرة لبنان الرسمي على تحديد موقف كما قلنا كاسر وواضح كما يريدونه من بعض البنود خبراء قانونيون قالوا إن لبنان لا يملك القدرة على تنفيذ القرارات الدولية وبالتالي سترتد التبعات عليه جراء ذلك سياسيا وليس قانونيا على اعتبار أن الدولة غير متمنعة التبعات ستكون بطبيعة الحال وللأسف سياسية نتيجة مقاطعة عدد من الدول الشقيقة للبنان وتراجع علاقاته الدولية وسيدفع الثمن الشعب اللبناني الذي لا ناقة له ولا جمل فيما يحدث بسبب اختلال هذه التوازنات الداخلية وعدم قدرته على احداث التغيير المطلوب وفي ردود الفعل المحلية وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعداد الرد اللبناني بأنه خرق للدستور لأنه لم يعرض على مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية لهذه المهمة كما قال فيما تواصل الحكومة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تترقب نتائج الجهود الدبلوماسية من أجل تحسين العلاقات مع دول الخليج سعيا لنيل الدعم الذي تتوخاه في ورشتها الإصلاحية ويليام عزام الحرة بيروت تتواصل ردود الفعل في لبنان على إعلان بهاء الحريري لانخراط في العمل السياسي بعد انسحاب شقيق أخيه رئيس الحكومة الأسبق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري بهاء أكد أنه سيعود إلى لبنان خلال أيام استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما يصف البعض شخصية بهاء بالغامضة وغير المعروفة استرداد لبنان وسيادته من محتليه بهذه العبارة أعلن بهاء الحريري أنه سيخوض غمار الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة بعد قرار شقيقه سعد زعيم تيار المستقبل تعليق العمل السياسي بهاء الحريري الذي وجه حديثا مبطنا إلى حزب الله المدعوم من إيران أكد أنه سيواصل مسيرة والده رفيق الذي اختيل عام 2005 من خلال دعم قوائم انتخابية تحت اسم حركة سواري لبنان التي أسسها سابقا بهاء رفيق الحريري بدأ بالعمل السياسي والاجتماعي في لبنان بعد تفجير الضمير في أربع آب وعلى وقع هذا الحدث المأساوي الكبير أسسنا معه حركة سواري لبنان لأجل إثبات التغيير الحقيقي في الوطن وتطبيق نظام الطائف والتمسك بالسيادة وحياد لبنان خطوة بهاء رفيق الحريري المتقدمة اليوم تعقص الوفاق في البيت الداخلي على ضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري وعائلة الشهيد تحترم حرمة البيت تصدر بهاء الحريري للمشهد بعد انسحاب شقيقه فتح الباب لكثير من التأويلات داخل تيار المستقبل وأنصاره إضافة إلى القوى المتحالفة مع حزب الله واستحال الترقب لما يمكن أن يقوم به بهاء الذي يرى البعض أنه شخصية غامضة في ظل عدم معرفة كثيرين ببرنامج عمله نفكر حاله بده يواجه حزب الله بالكلام صرنا عم نواجه حزب الله بالكلام 17 سنوات وتعرضوا رفاقنا للقتل على أيد حزب الله ورفيق الحريري قتل على أيد حزب الله وخلي تذكرها الشيء هذا فما بظن أنه يعني الأدوات اللي لح تكون مع أستاذ بهاء إلا إذا في شيء خارج الصياب أقليمي دولي ربما هو يكون لح يكون رأس حربي أو بالتوازي معه أما أنه الروح نفوت على مواجهة محلية غير متكاملة وغير متكافئة فهناك علامات استفناء بالتأكيد علينا أن ننتظر مثل ما قالت أنا أعتبر أنه بهاء الحريري الشخصية مجهولة مراقبون يرون أن بهاء الحريري لن يسد الفراغ الذي تركه شقيقه سعد تحديدا قبل إجاء الانتخابات الأمر الذي قد يسبب عزوف الشارع السني عن المشاركة فيها فيما يرى بهاء أن ذلك سيخدم من وصفهم بأعداء الوطن بهاء الحريري أعلن أنه سيعود إلى لبنان خلال أيام عودة فتحت بابنا التكهنات وترقب على المستويين الشعبي والسياسي بانتظار تأثير هذه العودة وانعكاسها على التحالفات السياسية وشكلها قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة من بيروت رودين أبي خليل الحرة وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الممثل السياسي لبهاء الحريري في لبنان صافي كالو أهلا ومرحبا بك معنا كيف سيتعامل سيد بهاء الحريري مع عدم وجود خبرة سياسية واسعة وهو يقوض غمار السياسة في البلاد سيد صافي هل تسمعوني؟ أهلا يعطيكم العافية صحية السؤال بنت رح دايمر وبنت رح لك كتير أسمعك سامعك سامعني تفضل أنا سامعك بسامعك إذا أنت سامعني تفضل سيد صافي هل تسمعني؟ أسمعك سيد صافي تفضل تفضل بليجان لا أقول السؤال يطرح دايما أكيد أنه السؤال تفضلت في حضرتك يطرح دايما أكيد ويطرح لكير من العالم اللبنانيين اللي هن تفاجأوا باللي صار من سنتين ونزلوا بالشوارع وحاولوا التغيير وقالوا ونزلوا بشعارات عفوية بس كانت تعني كل المنظومة الموجودة بهاء الحريري واحد من الأشخاص بهاء الحريري هو لبناني وعايش في الاغتراب وعايش في لبنان فترة وشايف اللي عم بصير بهاء الحريري صحيح ما عنده يمكن الخبرة السياسية اللي بيتمتعوا فيها الموجودين عندنا اللي صلوا سنوات وسنوات ونعرف اللي موجودين عندنا اليوم اللي كانوا زعماء أو زعماء أحزاب أو زعماء محليين أو اللي بدك لوين وصلونا بكل خبراتهم وقوتهم وعنجهيتهم وخبرتهم بتدوير الزوايا وفتح كوة في جدار الأزمة من وقت لآخر ويرجعوا بيتحالفوا ويرجعوا بيغتلفوا ويرجعوا بيتحالفوا ويرجعوا بيغتلفوا وبالنهاية وصلنا لمحل لمكان اللي هو لا عودة اللي هو أول شيء الانهيار اللي صار عندنا الانهيار اقتصادي بسبب المحاصصة اللي صارت بسبب الفساد المستشري اللي خلى لبنان يوصل على درجة بسلم الشفافية بؤسسات الشفافية بالعالم اللي ما وصلنا بالتاريخ قبل وأكيد قمة هالانهيار اللي وصلنا له تجلب اللي صار بأربعة آب 2020 اللي هو التفجير اللي حصل بمرفق بيروت التفجير اللي حصل أكيد ما حصل عفوي ما حصل بدون دراية أو جهل اللي موجودين هذا توصيح للواقع أخير صافي ما الحلول وبسببه شعر بهاء الحريري شعر كلبناني وك صحيح الحلول هو نفس اللي بدأ فيها الشارع اللبناني التوحيد الصفوف القيام بحركات لا مستقلة أكيد ولا تتعاطى مع المنظوم الموجودة بشكل أو بآخر الانضمام لكل توحيد الصفوف مع كل الحركات السيادي واللي تريد التغيير من خلال استغلال أي فرصة من أول فرصة جاي هي الانتخابات نيبية القادمة بشهر أيار لإعادة بعض التموضع وبعض التصحيح للي صار ومن خلال نستطيع أن نتوجه لمجتمع الدولي نحن بلد مرتهن نحن بلد ما فيه سيادة واللي صار واللي عم بصير عندنا اليوم هو الجهات الداخلية وخارجية أصدق نعم سمعني؟ صح نحن اليوم البداية بتكون من خلال الانتخابات لأنه اليوم صار فيه محاولة من الشعب اللبناني لأخذ حقوقه بس جوبه وقوه بالقمع من خلال مش ديكتاتور واحد من خلال عدد الدكتاتوري الحاكمين الموجودين بيعتبروا حالهم هن زعماء إنما هن عصابات بس موجودة بحكم الواقع الموجود قمع الشعب والليوم نحن الانتخابات المقبلة لأكيد لأكيد القبول عليها كثير مهم لأنه معظم الناس اللي بدأت انتخب ما هينتخبوا للأشخاص الموجودين اللي هن بيعتبروا حالهم زعماء ويعتبروا حالهم هن ممثلين لشرائحون اليوم ما حدا نشاهد بعد 2019 وبعد 2020 وين شعور العالم هل يعمل هذا نوع طيار المستقبل ومعيدي فأكيد ما عندهم رغبة بقيام الانتخابات وأكيد ما عندهم رغبة بالتغيير العالم كله بدون استثناء اللي كان موجود في السلطة بالسنوات الماضية إن كان ضالع باللي صار اللي هو التغتي أو مثل ما قولوا الغد النظر عن اللي صار إن كان فساد أو الغد النظر عن موضوع السيادة إن كان عالم ضالع داخل بصفقات أو كان جاهل هو يعتبر مسؤول لأنه أنت كنت بالحكم أنت موجود حول طاولة معينة في بلد عليها اسم لبنان فتاة جميلة اغتصبت مرارا لسنوات وما حدا كان يهتم وما حدا يحكي شيء منهم مشكلتنا نحن مع الطبقة الموجودة لا يمكن أن تصلح ومشكلة الشعب اللبناني نحن نحكي باسم كل واحد باسمنا أنا مواطن لبناني قبل أن نكون أي شيء ثاني أنا مع سوا أنا مع كل الحركات الثانية تحاول التغيير وبهاء الحريري بصفته كشخص بصفته نجل رئيس الشهيد رفيق الحريري يحاول يقوم بها التغيير ما الموقف الخارجي من حركة سوى منذ بدأت ومن مبادرته يعتبروا أن هؤل من هؤلاء هؤلاء أشخاص غامضين الموقف الخارجي نحن في تواصل دائم مع كثير من حركات التغيير إن كانت لبنانية أو الداعمة الدولية نحن نحكي مع كل نحن بمبادئنا تتطلع فيها الموجودة عندنا وحكينا فيها مرار الموجودة على الصفحة تقيتنا بتنادي بكل اللي حكي فيه اللبنانيين اللي هي اللي بساموه بالإنجليزي الكمنسنس نتواصل مع الكل أكيد اليوم ما عنا صفة رسمية لأنه نحن نحن شعب نحن عالم بس كل اللي نحكي يتجانس ويتوافق مع كل المتطلبات اللبنانيين في الاختراب مع كل المتطلبات الدول الصديقة وعلى رأس دول الخليج اللي هي قادة هالتغيير واللي هي عاقبة هالطبقة والمنظومة من خلال الإجراءات اللي أحدثتها بالفترة الماضية ونحن ماشيين فيها بالأساس كلنا يعني ما عنا اتجاه غير غير هالاتجاه شكرك سيد صافيك والممثل السياسي لسيد الحريري في لبنان شكرا جزيلا لك لتعليق على نفس الملف ينضم إلينا من طرابلس في شمال لبنان برئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أهلا مرحبا بك معنا سيد علوش ما تأثير هذا القرار على تيار المستقبل أنا لا أرى أن هناك أي تأثير هناك الكثير من رجال العمال الذين يجدون في هذه المناسبة لكي يزيدوا على سلطة المال سلطة سياسية لذلك حتى الآن قبل يعني إلى أن يعلن الأستاذ باء الحريري برنامجه السياسي والاقتصادي وكيف سيحققه أنا أعتبر بأن هو إضافة جديدة فقط على من هو موجود على الساحة ويريد أن يترشح للانتخابات لكنه ليس رجل أعمال فقط هو ناجل واحد من السياسيين البارزين في البلاد وكذلك يأتي برؤية تستبعد وما يراه فسادا كان يجري في البلاد في الفترة الماضية لماذا تراه إذن شخصية غامضة كما وصفته قبل قليل؟ أنا لا أقول أنه شخصية غامضة أنه شخصية غير معروفة وهناك فرق بين الغموض وعبان الشخصية غير معروفة عندما نطرح محاربة الفساد فهذا كلام عام وهو عمليا حتى السياسيين الموجودين من رئيس الجمهورية من رئيس مجلس النواب إلى الوزراء إلى ما هناك كلهم يطرحون هذا الكلام القضية هي كما قلت هو ابن الشهيد رفيق الحريري نعم ولكنه أيضا لا علاقة له بالسياسة ونحن نعتبر أنفسنا من نرس هذا الإرس لأننا بقينا في البلد وواجهنا حزب الله والسشهد العشرات منا على الطريق ولحقنا وتعرضنا على مدى هذه السنوات فشلنا أو نجحنا في بعض الأحيان هذه مسائل تتعلق بوجودنا على الأرض الآن هو شخصية جديدة تأتي بغض النظر إن كان ابن رفيق الحريري أم لا فطيار المستقبل هو ليس طيار الحريري حتى الرئيس الحريري الشهيد رفض عندما أسسنا الطيار أن يسميه باسمه لأنه ليس طيار عائلي سعد الحريري موجود كان بيننا كنا نواجه سويا بالسياسة وبالمواجهة وبالتسويات بكل مهنالك فشلنا في كثير من الأمور وقلنا بأننا وقمنا بنقد ذاتي الآن بهاء الحريري لا علاقة له بالحريرية السياسية هو فقط ابن رفيق الحريري وهو شخصية جديدة تأتي على الساحة مثله مثل أي رجل أعمال يريد أن يطنطح للسياسة كيف ترى تأثير ذلك على الانتخابات المقبلة؟ سيكون له تأثير بالتأكيد لأنه هناك جيش من الموظفين لديه الآن بسبب قدراته المالية هناك أيضا جيش من الأعلاميين ووسائل العمال الأعلام التي تعمل له وهناك بعض المساعدات التي يطرحها في بعض المناطق لذلك أنا أعتقد بأنه سيكون له تأثير لكن مدى وأهمية هذا التأثير علينا أن ننتظر هل سيأتي إلى الأرض؟ هل سينزل ويمد يده للناس بشكل مباشر؟ هل سيحاور الناس ويسمع منهم أمورهم؟ لا يمكن أن تخوض السياسة في بلد مثل لبنان وفي أي بلد في العالم من خلال تطبيق زوم أو من خلال افتتاح المكاتب أو من خلال الخطابات والتغريدات المتقطعة يجب أن تنزل وأن تحضر وأن ترى الناس في بيوتهم إذا ما عاد إلى البلاد وهو أعلن أنه سيعود قريبا كيف سيتعامل طيار المستقبل؟ هل من فرصة لتنسيق ما بين الجانبين؟ القضية غير مطروحة بالكامل الآن وهو لم يطلبها على كل الأحوال كل ما نذكر هو أنه يقول بأنه أتى ليسمع نداء الناس بعد السابع من آب ولكن الجميع يعلم بأنه عندما حصلت قضية سعد الحريري في سعودية عرض نفسه وحاول أن يأخذ بكان شقيقه في رئاسة الوزراء في ذلك الوقت وقام ببعض الاتصالات ولم تنجح في تلك الأيام الآن يعني هو لم يطلب ونحن لن نطلب بالتأكيد في هذه المرحلة أن ننصق معه علينا أن نرى كما قلت عليه أن يأتي أن يعرض برنامجه السياسي وأن نرى ماذا يريد حتى الآن البشائر ليست مشجعة بالنسبة له لأنني كما قلت لا يمكن أن تخوض السياسة من خلال النظر من بعد عندما يأتي كل حادث له حديث على ذكر السعودية إذا ما عاد وبدأ مزاولة السياسة ورحبت به دول خالجية ودول عربية كيف ستتعاملون مع ذلك؟ نحن طيال مستقبل إذا كانت السعودية أو دول الخليج لديها رؤية وتريد أن تنفذها من خلال بهاء الحريري هذا الأمر يجب أن ينتظر تلك اللحظة لست أعلم كلها فرضيات حتى الآن تطرح وبعضها فرضيات ترمى في الشارع لكي تكون هناك ردات فعل نحن طيال مستقبل ورئيس طيال مستقبل اسمه سعد الحريري وأنا نائب رئيس طيال مستقبل وهنا مكتب سياسي وأعلم ما هنالك يجب التعامل معنا على هذا الأساس أما عدا عن ذلك فإن كانت تلك الدول ستعطي فرصة لأي شخص آخر فهذا يعني بأننا سنبقى خارج هذا وربما نكون في مكان آخر في تلك اللحظة لست أدري كما قلت كلها فرضيات حتى الآن إلى أن نرى على الأرض ماذا سيحدث سيد مصطفى علوش نائب رئيس طيال المستقبل شكرا جزيلا لك